موسيقى والحقيقة هو عالم متميز جدا اخترته اكاديمية جليليو وتليسيو العالمية بلندن علشان يكون افضل عالم رياضيات لعام 2010 وسط 9 علماء في منهم اللي من اوروبا في منهم اللي من امريكا في منهم اللي من روسيا مش بس كده انما كمان هو الحقيقة كان زميل لدكتر احمد زولوي اللي اعتقد ان كلنا بنفتخر بوجوده معنا واتنقل بعد كده لعلوم القاهرة وتخرج منها وعين معيدا بجامعة سنة 1967 وبعد كده سافر بمنحة شخصية لجامعة اوروبا بالسويد والحقيقة حصل هناك على الدكتوراه في احد اصعب مواضيع الرياضة البحثة رجع بعد كده لجامعة القاهرة وعمل قسم خاص للرياضيات وقدم واحد من اهم المؤلفات الرياضية اللي طبعت في كبرى دور النشر واوسعها وتقسمتها الجامعة الامريكية لخمس فروع منها فضائيات بيومي الرياضية حساب الاشتقاق البيومي التفاضل البيومي معاكم ومعانا النهاردة في انهارك سعيد العالم الجليل والمتميز دكتور ابو بكر الصديق صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فلن امو اشكرك منورنا منورنا الله يخليكي بس انا عزول جامعة اوبسالة بالسويد وليس جامعة اوروبا اوبسالة بالسويد هي دي الجامعة اللي اتخرجت منها وعمرها 540 عام من اخضم واعرق الجامعات في العالم صباح الخير يا حبيبي ازاي حضرتك؟ الحمد لله وربنا معكم مشاهدين هارك سعيد انا كنت قاعد مع الدكتور من شوية وقال لي حاجات كتير قوي ان الرياضيات بتخش في كل المجالات وعنده كتير من الاراء والابحاث في كل حاجة انما الشق بقى او المفاجأة حضرتك منعوك انك انت الدرس في الجامعة؟ انما فعلا لما انا اه رجعت هنا عشان اولا رجعت واستلمت عملي كمدرس في جامعة الخارة بعد ما خلصت ولكن كنت مرافق للزوجة فالقسم او الكلية ديتني فرصة حتى تنهي الزوجة درستها في اشعة الليزر تمام من جامعة ستوكهولم وهي كانت طبعة لمؤسسة الطاقة الزرية ولكن لاسف لما رحت فجئت بعد في العام القادم او في عام 1981 1983 بعد تحديد انه هم عاملين لي فصل اداري عشان انا مبعدتش امد بجواب اللي هي مرافقة الزوجة مع ان انا بعدت هم قالوا ان الدكتور ابو بكر مبعدش مرافقة يبقى خلاص نرفده رفد اداري طبعا اسباب سهل بالرغم من ان الزوجة خلاصت سنتين بعد هزا القرار يعني انا من حقي اخد مرافقة للزوجة حتى انتهيت برو دكتور ويلة الان اه لا احنا رجعنا عشان نستلم لك الاسب اه بعض زملائنا اه قالوا لا الدكتور ابو بكر عنده كتب عنده عنده وعنده وعنده ومؤلفاته عنده فلوس واحد في السويد ما ينش عاوزينه طريقة بسيطة كده ليس اكثر من ذلك اه هذا للأسف الشديد يعني انا صورة رانية ولا لسه ما عملناش صورة رانية الحمد لله ده قاملت صورة اه اه كلام ده كان حاجة اه تساسين تقريبا وسافرت انا اه دول مختلفة والحقيقة اه زملائي المتخرجين من دفعتنا من جامعة الاظهر رحبوا بي واشتغلت في جامعة الاظهر من الفين وستة لالفين وتسعة وعندي خمسة من التلاميذ بيدرسه مجلسير ودكتورة اه اه احد الزملاء اسم ابراهيم فيومي من التلاميذ اتخرج واخد مجلسير محول شهرين اه انا ببسوط اه ايضا تلميذ هي ياخد المجلسير قريب في علوم تطبيقات الرياضيات البحثة اللي انا متخصص فيها تحليل المركب في علوم الحاسب الالي اللي احنا الكمبيوتر يعني الحقيقة دكتور انه اللي حصل مع حضرتك للأسف الشديد وانا بعتذر بالنيابة عن كل الناس اللي عملت كده انه للأسف الشديد كان في حالة من العزل للعلماء ليه كانوا بيعزلوا العلماء وازاي احنا النهاردة في امس الحاجة اليكو في امس الحاجة الى العلم علشان نقدر نخرج من كل ازماتنا اذا كنا بنتكلم عن ازمة اقتصادية اذا كنا بنتكلم عن اي ازمات بتمر بيها مصر حاليا فالعلم هو الحاجة الوحيدة هو الامل الوحيد ليه كان بيتم عزل العلماء بالشكل ده دكتور وازاي حضرتك شايف ان احنا ممكن نحل مشاكلنا في تخصص حضرتك وهو الخاص برياضيات والله التخصص وهو التحليل المراكب تخصص نادر جدا لدرجة مفيش غاري واحد الزملاء في جامعة المنصورة على مستوى مصر هم المتخصصين في هذا التحليل او على مستوى افريقيا مفيش هذا التخصص وليه مع اهميته لانه بعتبر هذا التخصص الى معجاز طحليل المركب هو اهم تخصص ليه تطبيقات في الحياة يعني ليه تطبيقات في صناعة السفن ليه تطبيقات في علوم الحاسبة ليه تطبيقات في الطب ليه تطبيقات في الأشعة ليه تطبيقات حتى في العلوم الاقتصادية والسياسية ولذا انا من حوالها في 2006 بالتحديد روحت جامعة القاهرة سياسة وعطيت محاضرة ممتازة الحمد اللي كان فيه عضاء لهاي التدريس في احد الفروع اللي بتهم كلية السياسة والاقتصاد ودي ايضا في جامعة الازهر وفي جامعات المختلفة المصرية اللي في دبيا اول ما جيت من الخارج وابتدتهم قول لهم تعلموا الفروع دي لانها من اهم الفروع الرياضية النقطة اللي انتي تفضلت فيها انا ادركتها دلوقتي ان احنا لابد نجمع بعض ولذا انا متزعم دلوقتي رابطة علماء مصر من الداخل او من الخارج وبنبتدي بعلماء مصر من الداخل فلفتها على اساس كل الزراعة وكلية الطب البطري احنا نعتبر هذه الكليات قمة لحتاج مصر للزراعة والطب البطري على طول منجرد ان رئيس الخدم يأتي لابد ان احنا نقدم له حكتين الرابطة دي اولا هتقدم الخبرات بتاعتها للحكومة بدون مقابلة استشارتها ثانيا ان احنا بنجهز نفسينا ان من هذه الرابطة يكون مستشارين لرئيس الجامورية الخدم اين كان هو فهذه مهمة جدا وزراعة لا غنى عنها باعتبرها كليات قمة وهي الطب البطري والعلوم لاحتيك طبعا العلم والعلماء شكل كبير جدا دكتور بعد اذن سيادتك طبعا الرابطة دي فكرة هيلة جدا ويا رب يا رب بقى نهتم بجد بهذا الموضوع ان شاء الله هتحط اسمائهم ان شاء الله ان شاء الله السؤالي بس بعد اذن سيادتك حضرتك متخصص في الرياضيات تمام واحنا ايام سنوية عامة خدنا على قدنا يعني بعد اذنك يعني اللي هو الرياضة وياحد واثنين وتلاتة ازاي الرياضيات بتخش في الزراع ازاي الرياضيات بتخش في السياسة ازاي الرياضيات بتخش يعني انا ممكن اتخيل سفن وحرب واجهزة قهربائية يعني انما ازاي بتخش في الزراع ازاي بتخش في السياسة ازاي بتخش في الطب تمام اه دي نقطة جميلة جدا الحقيقة خلينا اقول الزراعة فانا كان لها بعض الزملاء اللي كانوا بدرسوا معها في السويد والحقيقة ايضا اتذكر هنا علمت من علماء السويدي اللي كانت حبت مصر اقامت فيها اسمها فيفي توكهولم ودي اقامت في جامعة القارة خمسين سنة وكتبت كتب فيه ليس فقط فيه الزهور في مصر ولا النباتات في مصر لكن ايضا كتبت عن التاريخ الفرعون في مصر كان يعشقوا مصر عشق كبير جدا فكان احد التلاميذ متتلمس على ايدها فمهمته منه يدرسوا النهاردة النباتات ونموها مع الزمن معدل نموه مثلا الامح في مصر وفي هولندا وفي روسيا مع الزمن لغاية من يتم حصاده دي معادلة رياضية بنسميها بتربط طول الساق بتاع النبات مع الزمن فقد نقدر نقلله قد ايه نقدر نعمل نوعيات جيدة من الامح ازاي دي كلها لازم تدرس معادلات الرياضية انت حتى لما بتروح عفوا اني نروح للطبيب ومعنا الام لما تروح معها الطفل بتاعها صغير بتحاول تقول للطبيب ابني ده بين مصح ولا لأ وهو عنده جداول وعنده معادلات الرياضية يقول لها ابني كان عمره كم سنة مثلا خمسة شهر مفروض يكون وزنه كذا ستة شهر يبقى ما وزنه كذا نفس الشيء علاقة الطول مع الزمن كل دي حوالينا معادلات الرياضية والسياسة نكتدي بالاختصاد لو قلنا الاقتصادي بقى اعتفد على السياسة والسياسة تعتفد على اقتصاد الحقيقة انا اتكلمت في محاضرتي في كلية العلوم السياسة والعلوم الاقتصادية في جامعة الخيرة وكانت بعنوان المواضيع النهاردة لما نجي نعمل اقتصاد ناخد مصنع مثلا بنبني مصنع احنا عاوزين نبني المصنع دي بقى اهل تكلفة وفي نفس الوقت عاوزين نحقق ربح كبير اكبر ربح المعادلات الخاصة بي اهل تكلفة واكبر ربح دي بنسميها باختصار كده بنسميها المكسمم والمينمم او القيم العظمى والصغرى للخسارة والمكسم ودي بنقدر نحطها في معادلات رياضية فهنا بيدخل الرياضة في العمل على تحسين الاقتصاد في المصنع او تقصيده في اي مكان اخر ده مثال بسيط جدا بيبين لك العملية دي النهاردة نيجي نشوف الجماعة اللي هم الخاصين بتوع الصيدلة بيدرسوا النهاردة عندك دو معين عاوز تأثيره على الفيروس المعين ده بتشوف انت لما تحط كميات مختلفة من الدوة ده على الفيروس اللي موجود قصادك ازاي الكمية الفيروس ده بتضمر في وقت معين او العكس عندما تجي تعمل الفيتامين او بتعمل تدرس الحالة الصحية لمريض مع الادوية اللي بتعطيها له الجراعات المختلفة دي كلها بتيجي بمعادلات معينة وبيستخدم فيها الاحصاء الرياضي واشياء زي كده نيجي للعلوم الحاسب الآلي النهاردة انا عندي طلاب بيدرسوا العلاقة او استخدامات الرياضيات في العلوم الحاسب الآلي الناس مثلا ناخد مثال في الكمبيوتر لما تيجي تغماء واتفتحوا دي فرق وراها معادلة اسمها جما فانكشن تحديد الصورة بتاعت المزيع لما انه هنشوف عاوزين نحدد الصورة بتاعتهم في الخارجي دي بمعادلة معينة كل هزي الأشياء بتتم النهاردة الصورة الطبية لما بتيجي ندرسها الطبيب يقول لي لا هنا في مثلا في الجسم في الناحية دي في آزة عاوزك توضح للصورة اللي هي البلاك سبوت او الحاجات دي تقدر توضحها ازاي بمعادلة الرياضية نقدر نوضحها كل شيء في الكمبيوتر النهاردة براها معادلة الرياضية نعم وعلى أبحاث الرياضية عزيزي واللي يخترع الكمبيوتر فون نويمان علم الرياضيات فإذا ارياضت في كل شيء ولذا مهمتنا ان احنا كان من اهم الاشياء اللي انا طلبتها في 2006 للحكومة الصابقة وبعدت للحكومة الصابقة من ايام عطف عبيد ربع 150 دراسة في الزراعة والصناعة والتعليم والاقتصاد والسياسة والدفاع ما ردش علينا الا الحمد لله الوزارة المنتظمة في الوقت دو كانت وزارة الدفاع كان بيننا وبينهم عمل جبار جدا غالبا هي الوزارة الوحيدة اللي كانت مضابطة في هذا الوقت ولذا الحياة ردوا علي وعملنا شغل مع بعض بنسبة 100% نجاح وكان من سمار والحفاظ على الأمن المصري لكن انا ما اتكلمش على الحاجات دي اذا الوقت هم مناسب هلهم دي يكلموا في الوقت المناسب نتكلم على الاقتصاد وتطويره او الاشياء دي فالرياضيات في كل شيء ولذا طلبت معلش تسمح لديه دي اني بمركز عالمي للرياضيات يدي الزمالة للشباب الجديد اللي هو واخد دكتورام الشباب المصري او حتى العربي ييجي عندنا هنا ونعمله من مركز الام المركز الرياضي وحواليه فيلات له عائلته نعم اخترت المكان في شرم الشيخ على أساس يعمل ساحة داخلية نعم وايضا نجذب الأساس للأم يدرسلهم من الزمالة دي زي ما انا خدتها من أحد المعاهد السودية التابعة للأكاديمية السودية بعد الدكتورة سنتيه اشكرا دكتورة عند حضرتك حلم لبناء وزارة لمحو الأمية نعم وافتكر انه علشان نقدر نوصل لأي حاجة احنا عايزينها احنا لازم نبتدي من يعني حجم الأممية ومن قاع اللي احنا لازم نوصله عشان نقدر نطلع به وهو يطلع بينا ايه هو الحلم ده وزي يتم تنفيذه وهل حضرتك مقدمه مثلا للحكومة الحالية او ناوي انك تقدمه للحكومة اللي ان شاء الله يعني بعد الانتخابات الرئاسة او للرئيس القادم يعني بتفكر ازاي في تنفيذ هذا انا اشكرك على السؤال الجميل ده الحقيقة انا من شهر من العمل السابق ويمكن بعد شهر ستة الى الان قدمته للصحافة وقدمته للتلفزيون والحمد لله الجمهورية كاتبت عنه مرة واثنين وتكلمنا فيه وسائل العالم اللي زي مثل التلفزيون والحقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابتدى يبني الامة الاسلامية في المدينة او طلب من الصحاة اللي هم سموا المهاجرين والانصار المتعلمين يعلموا زملائهم اللي مش متعلمين الخراءة او الكتابة فكانت دي اول خطوة زي ما تفضلتي ان احنا نعمل بناء للانسان المصري النهاردة مقدرش اقول ان انا هعمل 35 مليون واحد همح امتهم وبعدين لمامح الامية بتاعتهم اعمل تطوير ده كل ده لازم يمشي في اتجاه مع بعض فاحنا بالنسبة للنقطة دية قلنا الوزارة دية هتقوم بها البنات الخرجيات زي عندهم خدمة مدنية لمدة عام زي الاولاد عندهم خدمة مدنية خدمة عسكرية ايضا هنعمل للوزارة هنقول وزارتنا دية لان معظم ممكن يكون فقرة على اساس نشجحهم يقول لك دي يالا نروح ناكل وناخد سندويتشات الاخره ادي حاجة ايضا المستلزمات المدرسية هنديه لهم بدون مخابل وهنعمل مراكزهم جنب مراكز وزارة الصحة اللي موجودة في كل القرى المصرية هدي مركز المحو الأمية الاخره الفلوس تجي ازاي ده موضوع تاني احنا نحلم الاول وبعدين ممكن نطلب من يونسكو مساعدتنا لان دي مشاريع تعليمية واسناء ذلك هنطور كل مراحل اخرى التعليمية انا سعدت بان حكومة الجنزولي الجنزولي جاء عملت وزارة البحثة العلمي ويطلب عليها من زمان دية واخن قلنا محمد علي خبرته ايه اللي كان بيرسل بعثات خارج مصر للي مصر سيحتاجه فاحنا مثلا خطت اي واحد دلوقات اعمل الحكومة القادمة ترسم من خمس تلاف لسبح تلاف مبعوث لان السلم الاكاديمي في الفترة اللي فاتت لعشر سنوات كان مقطوع تلاقي موعدين وما تلاقيش مدرسين تلاقي مدرس ما تلاقيش مدرس مساعد او استاذ ده ما ينفعش في بلد عاوزة تتقدم لازم السلم يستمر تاني العلمي وناخد مثال بسيط النهاردة ليه العربيات انا كنت في نيجيريا استاذ هناك وخبير في احد الجامعات النيجيرية ولقيت الفوانيس كلها في الشوارع واللات بيتطاخر شمسية بليت كده واللمة في النص ما بيحتمون ما فيش اسلاك تحت ولا فوق خلاص اصبحت الطاخر شمسية كلها في نيجيريا الفوانيس كلها اللمط بتاعت الشوارع بلتلي طباق بطاقة شمسية انا امل ان احنا مع البعاسات في نيجيريا في نيجيريا في نيجيريا كمان ما بنقولش مصر النهاردة امل كل العربيات في مصر تستمر نحط لها سطح من الخلايا الشمسية اللي بتحول الشمس للضوء والكهرباء تكون فوق العربية بتاعتنا زي ما نستخدم جزء منها بالغاز طب دي نبديه ازاي نبعد بعثات من العلوم ولا هندسة في هذه التخصصات وإن شاء الله في الخير دكتور أستاذن سيادتك معلش أنا هرجع لو ورا سنك كلمتين اللي حضرتك قلتهم من شوية أنك أنت قبل الثورة بعت 400 و50 دراسة عن طريق سفرات كل النجالات عظيم وكل الوزارات ما ردش عليك غير وزارة الدفاع يعني اللي اهتم وحصل إنجاز معهم يعني أخدوا اللحظة وطوروا وعملتوا إنجاز طب ليه حضرتك ما بعدتش الربعمية دول تاني بعد إذنك خلال السنة اللي فاتت دي وإنه القائد بتاعنا المفروض دلوقتي هو المجلس العسكري أو الجيش بمعنى أصح أنا أقول ساعدتك حاجة أنا دلوقتي بنشرها في المجراء بما إنه هم الوحيدين اللي اهتموا تمام ففي خلال السنة دي ممكن يكون كان فيه أمل إنه هم كمان يهتموا تمام تمام الحقيقة أشكرك على السؤال الجميل ده حصل في صورة إن أنا أدي للصحافة النهاردة يعني مثلا ناخد موضوع خاص بي اللي هو السياسة موضوع خاص بالسياسة بعضت رسالة للرئيس المخلوع السابق قلت له توجه بسلساتك نحو الدول الإسكندنفية أنا عاشت فيها سنوات كتير اللي شرحت نفسية هذه الدول قلت لها تحب الخير تكره الظلم تكره أمريكا وإسرائيل لظلمها تقدر الحضارة المصرية إلى آخره عشان يا رئيس اللي هو الرئيس السابق تعمل اتفاقيات في المجال التعليمي وتاخد بعثات أعمل كذا وكذا عشان تعمل في المجال العسكري حتى عندناش مرحق عسكري هناك في السويد ستوكلم زي إسرائيل طلبنا أن تكين على الخطوة دي نواحي كتير علمية قلنا لها لكن الآن ما رضش بالرغم أنها مبعوطة عن طريق السفر المصرية وسمح سطوحي كان السفير المصري لما قلت له حط اسمك في المجنوع اللي آه لجمال هذه الدراسة والنهاردة الصحفين لما بيشوف هذه الدراسات بيقولوا لأحسن دبلوماسي يوضع هذه الدراسة لرئيس جمهورية زي بيزور بلد جديد إذن إحنا مكناش يعني وقفين في تطوير مصر حتى قبل الثورة والحمد لله لأن مصر هي غالي علينا دا يا رب أكيد أكيد يا دكتور إحنا متأكدين من أنه مفيش عالم مصري ممكن يبخل على بلده بمجهوده أو بعلمه أو بدراساته ولكن إحنا كمان مؤمنين ومتأكدين أنه كان في حالة من العزل لكل العلماء المصريين من داخل ومن خارج مصر أعتقد أنه بعد ثورة 25 يناير وأعتقد أن إحنا دلوقتي زي ما كنا بنقول في البداية في أمس الحاجة إليكم فحتى لو هم اتأخروا عليكم أنتم ما تتأخرواش عليكم لا أبدا والله والله كل وسائل الإعلام من اديها الدراسات تتفضل تقول سعادتك والحمد لله المجلس العسكري بالناس كتير الناس كتير بتعرفوا ويعني مش هنتأخر ولا مرة في الدراسات دية سمام فإحنا رابطت علماء مصر بالنهاردة بكتب كتب صغيرة كده بحط فيها الدراسات دية المهمة عاملين دراسات على فكرة ملحوظة مهمة أن المترو اللي بيتعامل ده أنا كنت من وراء دراسته أبعت في 2006 الدراسة دكتور تفضل أنا آسف جدا أنا هقطعك لأن هي فقرتي أنا آسف أه طبعا أتمنى أن حدكت تشرفنا تاني أنا فقرتي خلصت عشان في عندنا فقرات تانية طيب مشاهديننا أرجوكو إزاي عالم زي اللي مشرفنا دلوقتي ده منعينه أن هو يدرس في الجامعات سؤال لكل الناس شرفتنا يا دكتور شكرا يا دكتور وربنا خليك فاصل وراجعين حالا شكراك من كل عالم